هروح طبعا مع حضراتكم ونشوف يعني آخر الاستعدادات ونشوف آخر الأخبار عن فرقتنا ونطمن عن الكواليس وعن الاستعدادات للفريق فرينادي الزمالك خد مورانو الأول في الطائف طبعا على ملعب عقاز كان النهاردة يوم الاثنين طبعا بداية وما نصل الفرق البعثة وصلت في السلامة الليلة بارح دي كواليس طبعا بشكر عليها شكر جزيل الشكر للزميل الجميل المحترم أستاذ مصطفى الجويلي وزميلنا محمد شاتلة ان هما بعطونا كل هذه المادة الفيلمية من هناك عن كل ما يخص البعثة زي ما حضراتكم شايفين ده وصول اعتقد النهاردة الطبيس الفريق والبعثة لملعب التمرين فوجب الشكر طبعا ليز منا العزيز أستاذ مصطفى الجويلي رئيس المنظومة الإعلامية ان شاء الله يكون معانا بعد الفاصل الفريق قد مرانو الأول النهاردة الاثنين على ملعب نادي عقاز القريب جدا من فندق إقامة البعثة البيضاء في السعودية استعدادة للبطولة كان فيه تجمع للعيبة السامنة صباحا فيه بهو الفندق بعدها توجه الفريق فيه تمام السامنة والربع إلى ملعب التدريب بصحبة إحدى سيارات الشرطة طبعا والتأمين الخاص بالبعثة نشكر كل القائمين في الاتحاد العربي واللجنة المنظمة للبطولة على حفاوة الاستقبال وعلى التنظيم الرائع وعلى الاهتمام الكبير جدا ببعثة نادي الزمالك وده عهدنا دايما بنادي الزمالك وبرئيسه المساش المرتضى منصول اللي بيستقبل أفضل استقبال في كل الدول العربية وخير دليل على ذلك يعني الاستقبال التاريخي في مباراة كأس فخامة الرئيس عفتاح السيسي وكأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال ونادي الزمالك اللي طبق به نادي الزمالك بهدفين لهدف وكان استقبال تاريخي يليق باسم نادي الزمالك وحكت جلسة مع جهاز المعاون عشان طبعا الاستعادات للمباراة قاعد مع كابتن متح عبدالهادي وكابتن أحمد مجدي وهريرة طبعا المدارب المساعد على هامش المران لازق يقوم اليوم بملعب عقاز وقاعد شرح فيه النهاردة قبل المران طبعا البرنامج والوحدات التدريبية الخاصة بالمران الأول للفريق مصر يصيره كمان بيعتمد على توزيع الأدوار بينه وبين المعاونين خلال التدريبات وخلال كافة الاستعادات سواء هنا أو هناك يعني بصراحة في حالة من الانسجام وحالة من الكيميا كده بين مستر أسوريو وبين جهازه المعاون بإذن الله كل التوفيق اليوم إن شاء الله النهاردة مستر أسوريو برضو حرص على تخصيص جزء كبير جدا من التدريب على مران بدني للعابين طبعا قبل بداية المران كان فيه جزء خاص بالتدريبات البدنية القوية طبعا كان البرنامج طبعا معد من قبل المعاونين وأشرف عليه طبعا كابتن علاء رجب مدرب الأحمال للوصول باللعابة الأفضل فرمة بدنية قبل مباراة الاتحاد المنستير إن شاء الله يوم الجمعة الجاية كل التوفيق الي فرقتنا فيها بإذن الله تدريبات قوية لحرص المرمى في المران النهاردة كابتن قوسى وجهاز الفني مستحب طبعا السلاسي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم كابتن عبد المنصف خصص يعني أو كانت فيه تدريبات قوية جدا للحراس للارتقاء بمستوى السلاسي وخاد سلاسي حراس المرمى تدريبات لعب القرى بالقدم بجانب التركيز على بعض الجوانب الفنية للسعدادة للمباراة والفترة المقبلة من أخبارنا برضو طيما أنا عشان البعثة تدريبات من لمسة واحدة في المران النهاردة مستر أسوريو كان فيه جزء كبير جدا على التمرير من لمسة واحدة بين اللعبة وبين بعضها خلال المران لتنفيذ بعض الجمل أو بعض الخطط التدريبية اللي هو عايز ينفذها قبل طبعا ما ينهي المران بتأسيمة بين اللعبين وانتهاء المران بهذه التأسيمة القوية اللي كانت بين اللعبين وشارك فيها محمد صبحي وعواد هما الاتنين شاركوا في هذه التأسيمة طبعا حرس مرمى هنا وحرس مرمى هنا ومستر أسوريو طبعا كان في بعض الأخطاء موجودة في التدريبات فبيضطر ان هو بيوقف في التدريبات أو بيوقف في التأسيمة للعلاج وللتوجيه بين اللعبة ان شاء الله بإذن الله كله ده حاجات مهمة جدا لتفادي تقرارها في المباريات الرسمية كان فيه جلسة سنائية أو جلسة سلسية ممكن بين أسوريو وعبدالغني والمسلوسي لان في طريق مستر أسوريو فيه اعتماد كبير جدا على المدافعين وعلى سلسي خط الضهر وخصوصا المسلوسي عبدالغني لتفادي طبعا أي أخطاء وكان فيه توجهات وكان فيه تعليمات خاصة بالصنائية من مستر أسوريو للعبتنا في هذه الجلسة وقال لهم انهم علوم دور كبير جدا في المباريات وانهم لازم يكونوا في كامل تركيزهم وهو وصق فيهم تمام الثقة انهم يقدروا يدفعوا عن مرموهم انهم يقدروا يحموا دفاع خط نادي الزمالك ان شاء الله في المباريات الثلاثة